الأهل بيلتفت إلى حاله وينفذ فترة إعداده القوية جداً في أسبانيا لعب النهاردة مباراة ودية الخواجة اللي صارت مهتم من المباراة الوديية اللي هلعبها تكون متدرجة المستوى عشان كده هي مباراة بسيطة لعبها مع فريق صغير علشان يبدأ يجرب بعض الحاجات التكتيكية وكمان يجهز اللعيبة من الناحية البدنية ففاز الأهل النهاردة على فريق أسباني صغير اسمه سوكر سمارت فريق إحدى الأكاديميات فاز عليه 9-0 زي ما قلت لكم العبرة مش بالنتيجة العبرة في تجهيز الحالة البدنية وبعض النواحي التكتيكية اللي الخواجة في فترة الإعداد بيجربها فاز الأهل 9-0 المباراة إن شاء الله قناة الأهل هتعيد أو هتعرضها مسجلة بعد حلقة الليلة دي بإذن الله المباراة قيمت على ملعب لافينكا بمدينة الليكانتي ضمن هذا المعسكر سجل منهم خمس أهداف الشوت الأول حسين الشحات في الدقيقة 11 وليد أزارو سجل هدفين في الدقيقة 24 و40 مدافع سمارت سجل هدف في مرمى رمضان صبحي سجل في الدقيقة 37 الشوت الثاني صلاح محسن سجل في الدقيقة 60 وناصر ماهر سجل في الدقيقة 67 هدفين هدفين وأحمد الشيخ سجل هدفين 81 وتسعين وعلي معلول أضاع ضربة جزاء أشرك طبعا الخواجة في بداية المباراة علي لطف في إحراسة المرمى علي معلول ومحمد نجيب ورامي ربيع وأحمد فتحي في وسط الملعب لعب حمد فتح وعمر السلية ورمضان صبحي وصالح جمعة وحسين الشحات أنا بس عايز أعلق جون الرابع اللي أحرزه رمضان صبحي لأنه تزديدة قوية من خارج المنطقة هو ده أنا عايز بقى ده التطوير الذي يجب أن يحدث مهارة الشوتينج هي عنده بس ما بيستخدمها بدلينه جاب جون النهاردة من برد 18 قوي أعتقد حتضيف إليه أنه يبقى طمع شوية على الجون وفي شراسة أكتر يعني وانت طبعا عايز حتتجن إن أتعرف كواليس تجديد رمضان أما وأنه قد انتهى وبأسألني في وقت ما تحب رمضان وصفقة اللعب المالي لازم أن نوعف عندهم لأنه نحيا صفقة رمضان دي عايزة كلام طيب شريف كرامي بيعود للتدريبات في أول أغسطس إن شاء الله بعد تعافيه بإذن الله بيقطع برنامج أو خطوات جيدة في برنامج العلاجي وكابتن طارق سلمان مدرب حراس المرمة بيطلب من محمد الشناوي حارس المرمة الدولي تجاوز أزمة خروج المنتخب وهنا عايز أقول حاجة لأنه الناس بتقارن كتير بين حالة الشناوي مع الأهل وحالته مع المنتخب وهنا يرجعها لكابتن أحمد ناجي وهنا يسأل عنها كابتن طارق سلمان في الحالتين عايز للإنصاف والموضوعية كابتن أحمد ناجي واحد من أفضل مدرب حراس المرمة المطورين المتطورين فكريا حتى في فكر تدريب حراس المرمة واحد أضاف وجدد وطور وبصمات واضحة جدا مع كل حراس المنتخب وحراس النادي الآلي فمش محتاج لمزايدة ولا مقارنة لكن ارجع لو محمد الشناوي مستوى اهتز في مباراة أو في كورة من الكرات مع الأهل يبقى ده سبب كابتن طارق سلمان ولو أجاد مع المنتخب يبقى سبب كابتن أحمد ناجي في الحالتين المسألة مش دقيقة ومش موضوعية لأنه مفيش مدرب منهم هيخلق مستوى معين لحارس المرمة بين يوم وليلة حارس موهوب هو بيجهزه بيجهزه زهنيا بالذات كمان وبدنيا لكن في كل الأحوال تركيز الشناوي ممكن مع المنتخب نظرا لأهمية الحدث بيبقى أعلى المنافسة الشديدة اللي موجودة أعلى درجة الاهتمام أكتر نتمنى أن نفس الحالة ونفس الظروف اللي كان عليها الشناوي مع المنتخب تيستمر فيها مع الأهل شوف الاتنين ولاد النادي والاتنين مرانوا في النادي وكابتن أحمد ناجي عنده خبرات أخرى مع المنتخبات صحيح فإحنا نفخر بين الاتنين بيتم الإشادة أو المقارنة بينهم إنما هي الحقيقة أنا مستغرب لا الكابتن ناجي ولا الكابتن طارق سليمان هيعمله حاجة مش موجودة أصلا في الشناوي صحيح الشناوي يسأل عن مستوى في أي لحظة يتقلق فيها هذا إبداعه الشخصي إعداده يبقى كويس ويبقى جاهز عندما يخفق هذا أيضا نوع من عدم التركيز مش عدم القدرة يعني عمر الشناوي مغلط لأنه كان وحش إنما في نفس المباراة يعمل لك عاجات كويسة بعدين لحظة شروط أو ظرف والحمد للأخطاء مع الأهلي هي بس عشان كانت مؤثرة في أفريقيا فالناس فاكراها لكن هي مش كتير الشناوي حارس مرمى موهوب ومن زمان صحيح وعنده قدرات بدنية هائلة وعنده شخصية عنيدة يستطيع أن يستفيد من هذا العناد عايزينه بقى إيه يركز لكن برضو عايزة أقول حاجة دائما أنك أنت تركز على مهمة أنت داخل مع المنتخب فطرة تستدعي منك كل طاقتك في الدوري والمسابقة الممتدة آه بيجي لك تزبزب لأن المساء الممتدة جدا نتمنى من كابتن الشناوي وكل حراس المرمى في النادي الأهلي أن يعرفوا أن في لحظات حاسمة بتحسن بطولات لازم يكون في كامل لقيتهم وتركزهم إن شاء الله إنما كابتن الشناوي عمل بطولة ولا أرواح وعشان كده كابتن سلعب حفظ مدير الكرة وبيطمئن على الشناوي وعلى كل اللعيبة الدوليين بعد ما انتهوا من معسكر المنتخب وبيحاول يخرجهم من الحالة اللي هم فيها ويشد من أزرقهم وكلف المهندس سامير عدلي بالمدير الإداري للفري بإنهاء سفر اللعيبة الدوليين لأسبانيا للحاق بالمعسكر إن شاء الله لصارت المدير الفني عمل جلسة مع رمضان صبحي ويحسين الشحات وجونير أجيه وأحمد الشيخ على هامش المعسكر لتجهزهم للمرحلة اللي جاية وأيضا لعلاج بعض الأخطاء في أداء تدريباتهم ويعتبروا أن هم القوة الضربة اللي بيعول عليها الأهل كتير في المرحلة اللي جاية مصطفى شوبر حارس المرمى الصاعد انتظم في التدريبات بعد تعفيه من الإصابة اللي لحقت به والكابتن سامي أمصان المدرب المساعد للأهل بيشيد بكل ثمار هذا المعسكر اللي شايفين حضراتكم بعض الجوانب منه في التدريبات حنشوف في نهاية الفقرة الخبرية لقاست كابتن سامي أمصان كريم أحمد موفد القناة مع سامي أمصان في أسبانيا لكن منذ لحظات انتهى مجلس إدارة الناد الأهلي من اجتماعه المهم برئاسة الكابتن محمود الخطيب المجلس ناقش عدد من الملفات المهمة في الاجتماع قراراته شاملت التصديق على محضر الجلسة العشرة واعتماد مجموعة من القرارات في الجلسة الحادية عشر اللي عقدت النهاردة اعتماد قرار الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي والمفوض من قبل المجلس بإدارة ملف كرة القدم بشأن الموافقة على استئجار طائرة خاصة للفريق الأول لكرة القدم للسفر إلى أسبانيا لخوض المعسكر في إطار حرص المجلس على توفير أقصى درجات الجاهزية والاستعداد والراحة للفريق واعتماد قرار الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي بشأن تفويد المهندس خالد مرتاجي عضو المجلس بالسفر إلى إنجلترا للتفاوض مع إدارة نادي هيدرسفيلد الإنجليزي لإنهاء صفقة تمديد استعارة رمضان صبحي للآله وتم الإعلان عن استمراره بالصفوف الفريق لمدة موسم جديد بعد إنهاء المفاوضات بنجاح مع الجانب الإنجليزي وبناء على رغبة اللاعب اللي تمسك باستكمار رحلته مع النادي بحثا عن تحقيق البطولات المحلية والأفريقية ودي هرج عليها للمهندس عدلي بعد القرارات أيضا قرر المجلس اعتماد قرار كابتو محمود الخطيب بشأن السفر أمير توفيق مدير التسويق والتعاقدات إلى الجزائر لإنهاء صفقة اللاعب المالي أليو ديانج لعب المنتخب المالي الأولمبي ونادي مولدية الجزائر ودي صفقة مهمة برضو هنتكلم فيها مع المهندس عدلي كما تقرر الانتهاء من إجراءات تسلم أجهزة الاستشفاء اللي تم التعاقد على شرائها والخاصة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي لتجهيز اللاعبين وإتمام عمليات الاستشفاء على أعلى مستوى التقني يطبق في أكبر الأندية العالمية على أن يتم الشروع في تركيب هذه الأجهزة بالنادي خلال الأيام القليلة المقبلة كذلك الانتهاء من كافة الأعمال الخاصة بالجيم الجديد وغرف خلع الملابس للفريق الأول بملعب مختار التتش اعتماد اللاحة المالية لقطاع النشئين واعتماد تشكيل إدارة اكتشاف في المواهب برئاسة الكابتن محمود صالح واستحداث حوافز جديدة للمدربين واللعبين بناء على القرارات الخاصة بلجنة التخطيط لكرة القدم اللي الكابتن محمود الخطيب أعرضها اليوم على المجلس وتم التصديق عليها اعتماد طلب مدير أكاديمية كرة القدم بالموافقة على اشتراك أبناء أعضاء فرع الشيخ زايد والتجمع الخامس بفرع الأكاديمية في مدينة نصر والحصول على كافة الامتيازات الخاصة بهذا الملف في أبو كبير بمحافظة الشرقية ودي بشرة سرة لكل الأهلوية في الشرقية وما أكثرهم